مئة المرضى والكوادر الصحية لا يزال مصيرهم مجهولاً بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى شهداء الأقصى في غزة على نحو مباشر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبري يسس أكد أن لا معلومات لدى المنظمة عن مصير مئات المرضى والكوادر الصحية الذين كانوا بالمستشفى وجددت دعوة إلى ضرورة وقف حمام الدم وكشف رئيس المنظمة أنها تلقت تقارير مثيرة للقلق عن اجتداد القتال وأوامر الإخلاء المستمرة قرب المستشفى الأطفال على الأرض وعلى نقالة خلفه الأطباء يطالبون بمشرة وأنابيب صدرية الدكتور إياد أبو زاهر مدير المستشفى يعلن من جهته أن الاستهداف الإسرائيلي للمستشفى أجبر أكثر من 600 مريض ومعظم الأطقم الطبية على المغادرة وأن أماكنهم غير معروفة حتى الآن وزارة الصحة في القطاع أكدت من ناحيتها قصف الاحتلال أقصام المستشفيات بالمسيرات واستهداف كل من يتحرك سعيا لإخراجه عن الخدمة ما يمثل حكما بالإعدام على ألاف المرضى في المنطقة الوسطى بحسب الوزارة استهداف الاحتلال للمستشفيات دفع منظمة أطباء بلا حدود إلى سحب موظفيها من المنطقة بما فيها مستشفى شهداء الأقصى وتؤكد منصقة الطوارئ في المنظمة كارولين لوباز اختراق الرصاص جدار وحدة العناية المركزة في المستشفى وعلى صعيد متصل أكدت منظمة الصحة العالمية عدم تمكن موظفها من الوصول إلى الشمال منذ 12 يوما بعد إلغاء زيارة الوفد للمرة الرابعة منذ 26 من كانون الأول ديسمبر مشيرة إلى أن الوفد كان سينقل إمدادات طبية عاجلة لدعم عمل خمسة مستشفيات شمالية غزة بينها مستشفى العودة وحذرت من المعاناة التي تتفاقم كل ساعة في غزة بسبب عدم توفر الرعاية الطبية الكافية مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع للشهر الثالث يسجل حتى الآن خروج 30 من مستشفياته عن العمل بفعل الاستهداف المتكرر بيان خنافر الميدين